معنا من القاهرة سيد عماد الدين حسين ينضم إلينا من القاهرة رئيس تحرير جريدة الشروق بداية أهلا ومرحبا بك كيف رأيت الجلسة الافتتاحية لهذه القمة وكيف قرأت أهم الرسائل التي خرجت منها حتى الآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي حضرتك وكل السادة المشاهدين القمة الجلسة الافتتاحية حتى هذه اللحظة كما كان متوقعا لم تكن هناك مفاجآت خطيرة كلمة الملك سلمان بطبيعة الحارة ثابت كان ربما الأكثر لفتا فيها هو الدعوة إلى موقف أممي قوي ضد السنوك الإيراني الالتزام بتخديم المساعدات لليمن فيما تعلم بليبيا تأكيد على التفاق الصغيرات من الطريق الوحيد الحل في ليبيا التأكيد على القيم قمة تخصية عربية مبادرة للتعاون مع التحديات الموجهة لأمن القوم العربي والملفت في النظر أظن ليس فقط في كلمة الملك سلمان ولكن في كلمات كثيرين هي الاهتمام أكثر بالقدس وإطلاق قمة القدس على هذه القمة كما جاء في كلمة الملك سلمان ليعلم عن قاسي والثاني عن فلسطين في ضمير الشعوب العربية الكلمة الثانية طبعاً وده أيضاً ركض عليه العهد الوردني الملك عبدالله الثاني تمال أنه يجبنا هو الوقوف على فلسطين في الضموطهم بتحقيق دولته مكلفة في كلمة الملك الوردن يعني مباركاته للشعب العراقي في الانتصار على أداء فيما يتعلق بكلمة رئيسي كما أظن حصلت بعديد من الرسائل المهمة رسالة واضحة إلى تركيا عندما قال أن هناك جيش دولة أغنبية موجود على راضي دولة عربية وراضي مصر الثاني لما قال أن الحق العربي ثابت في القدس وليس قبل المساومة لما قال أنه رسالة أنا أظن هي موجهة القطر وآخرين أأمل أن يعود الواقفون في الجانب الخطأ من دعم الإرهاب إلى جدد الثواب وراجع موقفهم لما تتكلم عن خطر التهديد الإرهابية وأنها بتهدد وجود دول عربية نعم سيد عماد يعني كل هذا حديث عن كل ما يهدد الأمن القومي العربي ولكن هل تتوقع أن يكون هناك موقف عربي موحد بعد هذه القمة تجاه كل ما يهدد أمن الوطن العربي وهذه المنطقة أتمنى أن يحدث ذلك لكن للأسف الشديد الصورة على الأرض بالواقع صعبة جدا سيكون هناك بيانات جيدة وتوصيات عظيمة تشير إلى ذلك لكن لا أتوقع أن يتم ترجماتها على الأرض بالنظر إلى التباينات الشديدة بين بعض الدول العربية والدول الأخرى فيما يتعلق بالقضايا العربية الأكثر صعوبة كما هو الحال مثلاً في القضية أو الأزمة السورية نعم توقيت هذه القمة هل له دلالة أو تأثير على الأزمة السورية وأيضاً القضية الفلسطينية وخاصة أن هذه القمة التي جاءت هي أول قمة بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل القمة العربية كما تعلمني سيدتي هي قمة لها موعد دولي في نهاية نارس من كل عام تأخرت قليلاً هذه المرة لأجلاب الجستية لكن الأبطار هو حدثان مهلمان المسيرات العودة في فلسطين التي جاءت بعد قرار ترامب الجائر والظالم بنقل استفارة الأمريكية إلى القدس العربية المختلفة ثم الضربة أو العدوان الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا قبل يومين هل كان مقصود أن تزلخ هذه الضربة القمة؟ لا ثلاثة الشديد هناك ثانة عالمية كبيرة جداً بمستثفى القمة العربية وبالدول العربية وبالتالي القرة في ملعب العرب أنا لا أستطيع أن أحمل العالم الخارجي أو أحمد إسرائيل المسئولية ونحن العرب مقسمون ومختلفون على القضية التلسطين بما فيهم فتح أحمد نعم سيد عماد الدين حسين رئيس تحريج جديدة الشروق المصرية شكراً جزيل شكراً شكراً